من آيات الله تعالى النوم وما فيه من منامات قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة لذا قال عليه الصلاة والسلام رؤية المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤية الحسنة وكان يهتم بشأنها فعن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا فإن رأى أحد قصها والمنامات ثلاثة أقسام رؤيا صالحة وهي بشرى من الله ورؤيا تحزين وهي من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسه فالرؤيا الصالحة بشرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ومن أحب أن تكون رؤياه صادقة فليصدق في يقظته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا والسنة لمن رأى في منامه ما يحب أن يحمد الله عليها وأن لا يحدث بها إلا من يحب وأن يفسرها وأما من رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان الرجيم ثلاثة وليتحول عن جنبه الذي كان عليه أو أن يقوم فيصلي ولا يخبر بها أحد ولا يفسرها فإنها لن تضره فحافظ على أذكار النوم والاستيقاظ منه واستبشر بالرؤى الصالحة وأعرض عن الأحلام المزعجة وتوكل على الله وتفى بالله وكيلا